نشاط دبلوماسي مكثف للخارجية اليمنية لمواجهة قلابي صنعى وعدن في سعي منها لتوضيح طبيعة المخاطر التي تتهدد اليمن في حال استمر صمت المجتمع الدولي تجاه الدول الداعمة للفوضى والتشضي وفي مقدمتها الإمارات التي تسبب دعمها لميليشيا الانتقال بتقوية ميليشيا الحوث في صنعى وإضعاف مسار جهود السلام في الحديدة اليمن وعلى لسان وزير خارجيتها محمد عبدالله الحضرمي وضعت الصورة الكاملة على طاولة واشنطن لما ترتكبه ميليشيا الحوثي من خروقات الاتفاقات السلام وأكد الحضرمي خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنريل على تمسك اليمن بالمرجعيات المعلن عنها كطريق لإنهاء الأزمة اليمنية الخارجية اليمنية أوضحت للسفير الأمريكي أن تعنت الحوثي هو ما عرقل وصور الخبراء الدوليين إلى خزان صافر العائم في راس عيسى محملة الأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية لعدم إعلانها عن الأسباب الحقيقية لفشل خبرائها في زيارة الخزان مبدئا استغرابه من عدم إدانة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لميليشيا الحوثي لقاء نائب وزير الخارجية بالسفير الأمريكي تزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن تعيين رئيس جديد للجنة تنسيق عادة الانتشار ووفق البيان الأممي فإن أبي هيجة جهة الهندية الجنسية سيخلف الدنماركي مايكل لوسغارد الذي ترأس اللجنة في نهاية يانائر الماضي ومع ذلك فإن التغيير المتسارع في رئاسة الفرق الأممية يؤكد وفق مراقبين فشل الأمم المتحدة في إنجاح محادثات السلام والمضي في تكرار فشلها في اليمن دون اعتبار للنتائج الكارثية لسياساتها التي تصب في نهاية المطاف لصالح ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر